وكان ينتظر الخليل امتحان عظيم فعند دخوله مصر مع زوجته سارة جاء جنود الفرعون لأخذ زوجته هاجم جنود فرعون خيمة إبراهيم وخطفوا زوجته وأسرعوا بها إلى قصر فرعون ودخلت سارة قصر فرعون مصر وهي لا تدري ماذا سيجري لها في هذا القصر الكبير أخذت سارة تصلي وتدعو الله أن يجعلها في معيته وأمنه وضمانه أخذت تصلي وتدعو أن ينشيها الله منه وأن يفرغ الصبر عليها وعلى زوجها إبراهيم خليل الله سارة يا أجمل النساء أنا أنا أشتاق إليك منذ رأيتك أول مرة هيا هيا اقتربي هيا اقتربي فلما حاول الاعتداء على سارة أخذت تدعو الله وتتوسل إليه وترجوه تقول سارة اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر لا تسلط علي الكافر فأحص بآلام شديدة أبعدته عنها ما هذا ما هذا الذي أحدث لي أشعر بآلام شديدة في جسدي فدعو لي إلهك أن يشفيني سارة سارة فلما دعت سارة له بالشفاء عاد مرة أخرى يتقرب منها فعادت سارة للدعاء والصلاة والتوسل إلى الله فابتعد عنها متألمة سارة سارة من أنتي ادعو لي إلهك أن يشفيني وسأبتعد عنك يا سارة فلما دعت سارة الله أن يشفيه عاد فرعون لمكره وعادت سارة للدعاء حتى كف عنها خوفا ورعبا ما أرسلتم إلي إلا شيطانا أرجعوها إلى إبراهيم ولما استعدت السيدة سارة للعودة إلى الخليل إبراهيم يا سارة لقد رأيت فيك كل الصفات الحميدة من أدب وحياء ومعجزة شفائي بعد دعائك ليس لها عطاء عندي أغلى من هذه تقول سارة إني أعجب لماذا أهديتني هذه الفتاة إنها هاجر أميرة ذات حسب ونسب وعز وجاه تقول سارة أتعهد أمام ربي بأن أرعى هاجر بأن أحيطها بحبي وحناني أتعهد أمام ربي أن أتقي الله في هاجر وسبحان الله لم يكن يعلم إبراهيم أن محنة سارة ستأتيه بهاجر أم ولده إسماعيل وهكذا عظيم البلاء دائما معه عظيم الفرج ذهبت هاجر إلى بيت إبراهيم عليه السلام وأصبحت خادمة لسارة وعاشت معهم ولم تكن تعلم أنها ستكون أما لإسماعيل ولم تكن تعلم أنها ستتزوج إبراهيم عليه السلام ولما جاءت الرسالة إلى لوت بتكليف من رب العالمين أمره إبراهيم أن يذهب إلى قوم سدون وذهب إبراهيم إلى بيت المقدس أحس خليل الله بعد رحيل لوت بالوحدة فدع الله بذرية صالحة رب هب لي من الصالحين وسمعت سارة دعاء خليل الله إبراهيم وحزنت وتألمت من أنها قد عجزت عن تحقيق حلمه بالولد ووقف إبراهيم يتأمل في ملكوت الله ثم سأل ربه قال رب أرني كيف تحيي الموتى فنزل جبريل من السماء يسأل إبراهيم قال يا إبراهيم إن الله يسألك أو لم تؤمن فرد إبراهيم قائلا بلى ولكن يطمئن قلبي فقال جبريل إن الله يقول لك خذ أربعة من الطير وحدد له الطيور وهي الديك والطاوس والحمامة والغراب وأخذ إبراهيم الطاوس والحمامة والديك والغراب وقطعهن ثم خلطهن في إناء حتى تم اختلاط جميع الأعضاء بعضها ببعض ثم جاءه الوحي بأن ضع على كل جبل منهن جزءا من اللحم ثم دعوهن يأتينك سعيا فحدثت المعجزة وظهرت الأربعة من الطير وتكونوا أمام أعين إبراهيم ثم أتوه سعيا على أقدامهن فجاءه جبريل يبلغه أن الله يقول له كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تشكرون وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وبعد أن كبرت السيدة سارة في العمر ويأست من الحمل وإنجاب طفل يخلف سيدنا إبراهيم قامت بتزويجه من هاجر الفتاة التي عادت معها ولكن لما حملت السيدة هاجر وأنجبت سيدنا إسماعيل دعا سيدنا إبراهيم ربه قال الحمد لله رب أوزعني أن أشكر هذه النعمة العظيمة رب لم تشأ بعظمتك أن أخرج من هذه الحياة الدنيا بدون أن ترى عيناي ذريتي اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ولما أحست السيدة سارة بالغيرة أمر الله نبيه أن يذهب بزوجته هاجر وابنه إلى أرض الحجاز وتركهم هناك لم يكن أمام خليل الله أي اختيار فإنه الله لا مبدل لحكمه ووضع إبراهيم الماء والتمر بجوار هاجر وإسماعيل وتركهما تحت ظل من الجلد وسار ولم يلتفت وراءه ملبيا أمر ربه إن إبراهيم لصبار شكور وقالت هاجر أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولم يلتفت إبراهيم وانطلق لا يلوي على شيء وما زالت هاجر تتساءل لمن تكلنا يا إبراهيم ولمن تتركنا وقالت يا إبراهيم أأله أمرك بهذا قال إبراهيم نعم إذن فلن يضيعني ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ورضيت هاجر عليها السلام بالله جل وعلا مدبرا ومعينا وحافظا وجعلت تأكل من جراب الطمر وتشرب من الماء حتى نفذ الماء ونفذ الطمر ويدوع إسماعيل عليه السلام وهاجر تتألم وهي طرى ابنها يكاد يموت من العطش ولا تدري سبيلا لإنقاذه وتنظر إلى أقرب جبل فتخرج وتصعد على الصفا وتتجه يمينا وشمالا لا ترى أحدا فتنظر إلى أقرب جبل إلى جوار جبل الصفا فتجد جبل المروة فتتجه نهوه باحثة عمن يغيص وفي بطن الوادي تسعى سعي الإنسان المهرول حتى إذا صعدت مشت فلم تكن تستطيع أكثر من ذلك حتى أتت المروة فصعدت علي في هذه الشمس التي لا يحتملها أكثر الناس وسعد بين الصفا والمروة سبعة أشواط فهي لا تريد أن ترى ابنها يموت إلا أن كانت المرة السابعة بعد أن بزلت كل ما في وسعها لإنقاذ إسماعيل والتي ليس منها النجاة وإنما النجاة من فضل الله تعالى فلقد سمعت هاجر صوتا فتقول لنفسها صحيخ حيث تسكت نفسها وقالت تخاطب من لا تدري من هو ولكن تسمع صوته قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا بالملك جبريل عليه السلام عند ابنها الذي يتألم جوعا وعطشا ويكاد يهلك فيضرب الأرض بجناحه فتنبع زمزم فتفرح بالماء فرحا عظيما وتقول زمي زمي كانت لا تجد قطرة ماء ثم وجدت عينا نابعا فكانت زمزمة القرون والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له أخذت السيدة هاجر تسقي ولدها إسماعيل وتحمد الله الذي حفظها وابنها من الموت عطشا وجوعا وعاد إبراهيم إلى السيدة سارة مطيعا لأوامر ربه وطمأن الخليل عليه السلام قلب سارة وأخبرها أنه قد تركهما لله واستودعهما الله ومن كانت وديعته عند الله فهي في حماه فإن الله لا تضيع عنده الودائع إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين